يعج المشهد الإعلامي في الجزائر بعشرات الصحف والقنوات التلفزيونية التي تتنافس جميعها على استقطاب أكبر قدر من المشاهدين أغلب الصحف الجزائرية المستقلة مولدت في عز الأزمة الأمنية التي تفجرت بعد إلغاء نتائج أول انتخابات تعددية في البلاد بينما ظهرت القنوات المستقلة عقب ثورات الربيع العربي التي هزت عرش أنظمة مستبدة في المنطقة العربية مراقبون كثر يقولون إن السلطات الجزائرية حيلت حتى على نفسها وخرقت قوانينها التي سنتها فسمحت بظهور قنوات جزائرية من حيث المضمون والنشاط لكنها مسجلة في الخارج وبالتالي فهي في نظر القانون قنوات أجنبية هدفها إبعاد شبح الربيع العربي وقطع الطريق أمام فضائيات جدة لم يسمح لها بالنشاط في الجزائر حسابات السلطة من وراء السماح بتعددية إعلامية شكلية لم تكن من أجل خدمة قطاع الإعلام ودعم الحرية الإعلامية والحق في الوصول إلى المعلومة وتوصيلها إلى الجزائريين بل كان لأغراض أخرى هي المغالطة والتلاعب والتضليل الإعلامي بحسب مراقبين هكذا أصبح للجزائر مشهدا إعلاميا مشوها لا يمكن في ظله التمييز بين الإشاعة والمعلومة على سبيل المثال للحصر ها هو شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق يتحول بين عشية وضحاها من لس ورئيس عصابة برطبة وزير إلى رجل مظلوم ومتآمر عليها وأكفأ إطار في الدولة رئيس عصابة وجماعة أشرار برطبة وزير سابق للطاقة شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق الذي كان رقبا فاعلا في معادلة السوق النفطية العالمية واسم له وزن لدى كارتل النفط وجد نفسه وهو التكنقراطي في قلب صراع عصب ما يدوخ ويبعث على الحيرة والجنون أن هذا الخطاب ورد على نفس القناة قالها جوزيف جوبلز وزير الدعاية السابق في حكومة ألمانيا النازية من قبل اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس لا تهم المزدقية في المشهد الإعلامي الجزائري وفي كثير من الأحيان يكون التشويه الإعلامي للحقائق مفروضا على القنوات والصحف والصحفيين بقوة القانون والمال والقضاء لعبة تمارسها السلطة مستفيدة من تجارب نماذج مماثلة في الحكم اليوم تتبع الجزائر في اعتماد القنوات الفضائية نموذج آل مبارك حيث وصل الخطاب الإعلامي هناك إلى مستوى غير مقبول من الانهيار الأخلاقي ليبلغ مرحلة المسخرة الإعلامية وتسفيه القضايا في عهد السيسي فتماد في شيطانة حركة حماس في غزة معتبرا إياها عدوا مبينا بينما إسرائيل صديقا حميما احذروا أيها المصريون إن وجدتم حمساويا مؤيدا للإخوان في أي محافظة مصرية فدماءه حماس حركة حماس متورطة في قتل شهدائنا في رفح في شهر رمضان الماضي إذا ما قدرتش على حماس تبقوا نسوان حماس عادوا عادوا أخطر من إسرائيل لم يعد المشهد الإعلامي في الجزائر يختلف كثيرا عن نظيره المصري وهنا ربما يمكن استثناء بعض المحاولات الإعلامية الجادة التي كثيرا ما تموت مع مرور الوقت تحت القمع المالي والإداري أو وقفها بأوامر مباشرة من القضاء مثل ما كان الحال مع قانتي الوطن والأطلس ما تحتاجه السلطة حاليا كما يقول متابعون ليس مشاريع إعلامية جادة تساهم في نشر الوعي السياسي والمجتمعي وإنما أبواقا يمرر من خلالها خطاب الترهيب والتضليل وما رسالة الرئيس بودفليقة التي يحذر فيها من الربيع العربي إلا دليل على ذلك